بعد ما توحلت مصر من أقصها إلى أقصها بطلع شكر الشعب المصري وشكر الحكومة أي والله منسيش الحكومة يشكرها على التعامل مع الطقس الضلع الثالث بقى سد النهضة خلاص السيول خلاص نيجي للضلع الثالث اللي مصابة بيه دلوقتي الكورونا السؤال هديك شفت انت ترامب واقب بيكلم الشعب الأمريكي شفت ماكرون شفت جونسون بكرة هتشوف أردوغان زعماء العالم خرجوا واتكلموا وكشفوا وأعلنوا وصرحوا وقالوا بوضوح للناس فين بقى سبع البرومبة بتاعكم اللي مصدر الهابلة اللي مصدر العبيطة اللي مصدر العبيطة المبادوي هي وزميلها لحد ما وصلنا للنهاردة لست وفيات من شوية لكن الظهر إحنا مش محتاجين السيسي خالص فين بقى؟ فين بقى؟ لا إحنا مش محتاجين وليه بقى مش محتاج السيسي؟ لأن إحنا سبقين كورونا بخطوة أمريكا بتحاول تفكر تقضي عليه إزاي؟ العالم بيتخاني إحنا بقى سبقين كورونا فأعادوا للعبيطة المبادوي ويطلع لنا لهبل عبيطة أبو بدوي أدي هيكل طالع يكشف السيناريو الثالث حال عدم تعاون المواطنين وتفشي كورونا انتقاء المصابين لعلاجهم فرض العزل حال دا وعن بيقول إيه بقى في الحوار دا طلع ما أحمد جاموسع يقول إيه؟ يقولك إحنا سبقين حتى الآن سبقين كورونا بخطوة أم عاشوا كورونا فين عشان يسبقوه؟ يعني سبقينه بخطوة دي يعني إحنا متقدمين عن تباوه فين كورونا؟ يعني متقدمين بص دا بزداغ ودي وقال لك بقى إنه إحنا اجتماعيين زيادة عن لزوم وسلوكنا اجتماعي كأن العالم كله منفر بس إحنا اجتماعيين وبيقول لك بقى إيه؟ وإحنا سبقنا بخطوة لكن مش هنتقدم إلا بتعاون المصريين إحنا سبقين كورونا بخطوة نشوف بقى اللي سبقين كورونا بخطوة دول صدقهم صدقهم عادي جدا تعاني نتفرج يا حضرات جلا جلا تعاني نشوف بقى الدولة النظام العبيد اللي سبق كورونا بخطوة سبق كورونا بخطوة معناها إنه عنده منظومة صحية عالية المستوى عنده مستشفيات عنده جوانتيات عنده دا كاترة تعاني نشوف البص ده بتاع دكتور بيقول إيه كده؟ اتفرج على البص ده دكتور طالع بيقول استغاثة أو حد يعني استغاثة من الطبيبة زينب حسن بالمنصورة طيب للمرة المليوم بنقول أهو مفيش مستلزمات في المستشفى مفيش مسكات ولا جون ولا كحول متخيل الطاقم الطبي مفروض يشتغل كده ونسمي بس قبل ما نشوف العيان وربنا الحامي دا الفكر اللي حوالينا متخيلين الوضع إزاي؟ طيب متخيلين لو إنه حد جاه يشترى بفلوسي مش لقياه برا وإن كل حاجة تسحبت عشان تنزل بعشر أضعاف تمنها وكمية الاستغلال؟ لا والكل بيحاول يعمل مصلحة وبقت سودة للمسكات والكحول لا والناس بتشتري بالهبل وخلصتها لدرجة إن إحنا حتى مش لقينها في المستشفى عزيزي التاجر عزيزي المستهلك فكر لحظة كده لو إنت أو إنت تعبت هتروح دلوقتي فين؟ إحنا محاطين بجشع في كل اتجاهات جشع إدارات جشع تجار جشع جيشكم الأبيض جشع جيشكم الأبيض بيستقبل حالات من غير أي وقاية جيشكم الأبيض عدة كثرة هتصح بكرة تلقونا كلنا لما موتنا لما موتنا لما في عزل فياريت بقى تجار المستلزمات ينزلوا يعالجوكم مكاننا أو اللي قاعدين على كراسي وبيصدروا قرارات وما بيشوفوش عيان برضو يعالجوكم شكرا شكرا ملحوظة جيركن الكحول كان بمية بقى بخمسمية وبيزيد علبة المسكات اللي كانت باربعة وشرين بقت بمئتين وتمانين وبتزيد ماسك الان خمسة وتسعين عند عدل فوق المية لو لقيته ملحوظة بس صغيرة في حد صلح لها قال لها يا دكتورة بقى بقاش خمسمية بقى بستمية فين بقى سابقين كورونا بخطوة فين دي بقى ده المستشفيات فهاش حاجة المستشفيات الدكتورة زينب بتقول اهو وعلى فكرة في ناس ردت عليها تحت وإحنا عندنا كده وإحنا عندنا المستشفيات ما فيهاش حاجة خالص فين بقى سابقين كورونا بخطوة لما المية مقطوعة في البيوت من ثلاثة يام والناس مفروض تخسل ايديها فين سابقين كورونا بخطوة لما المستشفيات الدكاترة بيواجه المريض واجهة اللي هواجه من غير كمامة من غير جوانتي من غير كحول فين سابقين بخطوة يا كدبين فين السيسي ترامب طلع ماكرون طلع جونسون طلع أردوغان طالع بتاعة أرمانيا خربت دانيا فين السيسي استخبه تحصل المشكلة يقعد ينيمك لما تجبر المشكلة يستخبه السيسي ويصدر حد تاني غيره في صد النعضة مصدر فيها العبيد لعبة لسامح الشكري بيلف وهو اختفى بعد ما قال تطمنه تطمنه اختفى في السيول عمل نفسه من بانها ولا طعل سأل على الشعب طيب بعد كده نيجي بقى لكورونا مفيش كورونا الرجل مش موجود سيب وزير التعليم لحبل النصاب يلطش الهابل رعاويتها مبادرة تطلع تتكلم وبعلم لما الناس زيئت رح مطلع لهم أسمى هيكل أهو مش بس المنصورة داستاني اللي بتقول تقريبا كل ما كاتب المنصورات الطبية على مستوى الجمهورية ما فيهاش أي حاجة من الحاجات دي مش لأنهم سحبوها من السوق عشان يغلوها لا لكن عشان فعلا مفيش كل الكميات استهلكت دا الرد على أهو حد بيقول جركة الكحول بقى بتسعمائة جنيه ومش موجود دا يا حضرات الكرسة اللي بيقولك احنا سابقين كورونا بخطوة زينب دكتورة زينب بتتكلم من المستشفى ما فيش في المستشفى حاجة ما عندهمش الكمامة الان خمسة وتسعين مثل بتاع القماش دي البيخة الان خمسة وتسعين دي ما عادتش موجودة في المستشفى بتاعت زينب والقانون ما فيهوش زينب القانون لازم يكون فيه كمامة ودلوقتي يرفضون والصعب وهان بمصر شباب بالقاس بدي أهليه وساهم في تعقيم المدينة منه النفسه منه النفسه يلا يا خطوة جدة من الأهالي اهو اطلع اطلع فوق اطلع فوق اهو في خطوة جدة من الأهالي لمكافحة انتشار كورونا حيث عمل عطتين المحلات والمنازل وننفذوا قراءة لغاية الأسواق اطلع هالي فين بقى الجيش فين القائد الخلاصة يا حضرات هو كده الوضع بيقول كده القائد لازم يتصدر جيشهم القائد يظهر في الأزمة في الأزمات بيظهر القائد بيدير مش يسيب الشعب يدير وهو قعد من بره يكتب تويته وقول لهم شكرا للشعب القائد في الأزمات بيطلع ياخد قرات بيطلع يواجه الأزمة بيبهربش منها بيطلع يواجه الشعب ويصرحوا مش يسيب الناس كده للشائعات او للهاب للعبطة المبادوي وبينهم وبينموت ما فيش خطوة لكن الحقيقة ان السيسي مش قائد يعني يا جماعة بس فوقه بقى السيسي فار السيسي جبان الراجل قاعد يعمل تويته مع كل أزمة يعمل عامل فيها من بانها مع احترامنا وتقدرنا الإهالي بانها مع كل أزمة يختفي السيسي الأول ينيمك وبعدين تجبر الأزمة أوي يختفي السيسي ويعمل فيها من بانها أنا مش رئيس الدولة دالتوقتي وبعدين يطلع يشكر الشعب حصل ده في صد النهضة أتحدى تكدبني أين السيسي في صد النهضة دالتوقتي اختفى أين سيسي في السيول ما شفناهوش أين السيسي في أزمة كورونا مش موجود مش موجود يسيب الناس تتكلم وده يخبط في ده وده يخبط في ده ومش موجود ده يثبت لك يا حضرات ان السيسي عبارة عن فار ده شخص مش متعود على انه يبقى قائد ده متعود على المحلسة على الدهننة على النحنحة ده متعود يطلع يقولك على الأمهات والستات ويطلع يكلم ويطلع ينكسر كده لكن قائد ياخد قرار ويواجه الشعب مش السيسي دور لك على حد تاني